ظهرت الفنانة أمال ماهر مع ابنها عمر في كواليس حفلها الأخير واللي أحيته أول أمس الجمعة 29 يوليو في مدينة العالمين الجديدة في الساحل الشمالي وتداول جمهور أمال ماهر صورة لها مع ابنها عمر في كواليس الحفل بعد غياب دام سنوات طويلة فكان آخر ظهور لي معها وهو طفل صغير في جلسة تصوير لإحدى المجلات الفنية وظهر عمر مع والدته أمال ماهر في كواليس الحفل وهو يحملها على زراعيه بعدما صار شابا وسيما اليوم ولاقت الصورة انتشارا واسعا فورا نشرها بدقائق قليلة جدير بالذكر أن ابن أمال ماهر عمر أنجبته من طلقها الأول الملحن محمد ضياء واللي انفصلت عنه منذ نعومة أظافر عمر ولكن عمر لم يظهر معها كثير إلا في مرات معدودة وبيبلغ عمر حاليا حوالي 18 عام حيث تزواجت أمال ماهر من الملحن محمد ضياء عام 2005 ولم يستمر زواجهم سوى عام واحد فانجبت منه ابنها عمر من بعدها اعتزلت أمال ماهر الرجال لأقصر من 12 عام تقريبا وفي 2017 انتشرت أخبار بتفيد زواجها من رجل أعمال خليجي واتضح في الأخير أنه رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ ولكن أيضا انفصلت عنه بعد مدة قصيرة من بعدها قل إنتاجها الفني وظهورها الإعلامي والذي يكاد أن يكون منعدما وبعد أربع أعوام على تلك الزيجة أعلنت أمال ماهر خطبتها من رجل أعمال مصري دون أن تكشف عن اسمه واكتفت بإعلانها خبر الخطوبة فقط ولكن المفاجأة الكبرى هي فسخ تلك الخطوبة بعد أقل من شهرين لتدخل أمال في حالة نفسية سيئة قررت بعدها الابتعاد عن الساحة الفنية وتأجيل طرح ألبومها لأجل غير مسمى إلى أن عادت وبقوة في حفلها بالعالمين وغنت من ضمن الحفل أغاني من ألبومها الجديد